على مساحة 23 هكتاراً شيدت هذه المعلمة الطبية من الطراز الحديث لتشكل قطباً طبياً وأكاديمياً متميزاً على صعيد جهة الشمال إنه المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بطنجة مجمع طبي يجسد التعليمات الملكية للعاهل المغربية الملك محمد السادس بجعل الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية إحدى الركائز الأساسية لتعزيز قيم المواطنة الكريمة وتحقيق تنمية البشرية الشاملة والمستدامة والمندمجة بنية استشفائية من الجيل الجديد تتميز بطابعها العصري من خلال هندستها وجودة العلاجات التي تقدمها وإدماجها لتكنولوجيات متطورة واحترامها لمعايير الاستدامة البيئية يعتبر المركز أكبر قطب صحي في جهة طنجة طوان الحسيمة يتوفر على 797 سريراً ويشتمل على مجموعة من المصالح والمرافق الطبية من الجيل الثالث التي ستؤمن مهام العلاجات والتكوين والبحث العلمي والابتكار والتطوير والصحة العمومية المنشأة الصحية التي تتموقع ضمن منظومة صحية بامتياز تتوفر على مستشفى للتخصصات يستوعب 586 سريراً يتكون من قطب طبي وجراحية ومصالح طبية متعددة كما يحتوي على وحدات لمعالجة اضطرابات النوم وزراعة النخاع العظمي ومعالجة السمنة وإعادة تأهيل مرضى قصور القلب يشتمل المركز أيضاً على مستشفى الأم والطفل بطاقة استيعابية تبلغ 211 سريراً يضم بدوره قطباً طبياً جراحياً وقطب طب المستعجلات والإنعاشة ومصلحة طب الأطفال ووحدة المساعدة الطبية على الإنجاب كما يحتوي المجمع الطبية على مصلحة للمساعدة الطبية الاستعجالية ومصلحة لتصوير الطبية ومختبرات لعلم الأحياء الدقيقة والجراثيم والكيمياء الحيوية وعلم الدم وتشريح المرضي والخلوي والوراثة البشرية والوراثة الخلوية والطباعة ثلاثية الأبعاد ومعدات طبية ويتوفر المركز أيضا على جناح مركزي للعمليات الجراحية من 31 قاعة مجهز بمعدات وتجهيزات من الجيل الجديد وبنظام تسييري معلوماتي بالكامل كما يحتوي على صيدلية استشفائية مركزية يعتمد تدبيرها على نظام معلوماتي مندمج بالإضافة إلى فضاءات لتنشيط العلمي البداغوجي والتكوين وقاعة كبيرة للمؤتمرات ومهبط لطائرات الهليكوبتر ومرافق تقنية وإدارية وفي إطار ترشيد التكفل بالمرضى وجودة العلاجات يتوفر المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على منظومة معلوماتية مندمجة متمحورة حول الملف الطبي الواحد الذي يجمع ويشارك البيانات الإدارية والطبية للمريض وكذا ملف العلاجات الخاصة بها وتشكل هذه الآلية المتوفرة بمؤسسة الرعاية الطبية الأساسية رافعة لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية حيث تسمح لمهنية الصحة بالولوج في أي وقت للبيانات الطبية للمريض باستعمال بطاقة أو سوار إلكترونية يتم تسليمه للمريض وذلك بهدف تسريع التكفل الطبي وتحسين النجاعة إلى جانب ذلك يوفر المركز خدمة البحث العلمية حيث سيتم إنجاز الأبحاث في مجال الطب والتمريض والتقنيات الصحية كما ستطلع هذه المنشأة بمهمة تدريس بشراكة مع كلية الطب والصيدلة والمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة وغيرها من الهياكل التعليمية العامة أو الخاصة بنية صحية جديدة من شأنها أن تعطي دفعة قوية لتنزيل السياسة الصحية على صعيد جهة طنجة طوان الحسيمة والارتقاء بجودة ومستوى الخدمات الاستشفائية المقدمة للمواطنين كما ستجنب المواطنين عناء التنقل والسفر للمدن الأخرى بحثا عن العلاج والاستشفاء وهو ما يجعل من المركز قيمة مضافة لصالح سكان الجهة وكل المواطنين والمرتفقين بشكل عام كما يأتي تدشين هذه المنشأة الطبية الحديثة في ظرفية تتسم بتغييرات جذرية في المنظومة الصحية تنفيذاً للتعليمات الملكية السامية والتي تشكل إقلاعاً استثنائياً لتنزيل منظومة الصحة والحماية الاجتماعية